أملاً في إنشاء نظام عربي جديد خرج الملايون من المواطنين في أنحاء العالم العربي إلى الشوارع ورفعت الانتفاضات الشعبية شعارات وحددت أهدافاً بإسقاط الأنظمة الاستبدادية والتبشير بإصلاحات ديمقراطية وللوهلة الأولى بدى وكأن النظام الشرق أوسطي القديم قد طوي الصفحته لكن سرعان ما تداعت الأوضاع حين انهارت بعض البلاد وواجهت تلك الدول ثورة الشعوب بثورات مضادة من الدولة العميقة وداعمها لإجهاض الثورات واستطاعت أنظمة أخرى إيجاد حلول لاستعادة زمام الأمور وإحكام قبضتها على مجتمعاتها ليتحول الأمل إلى ألم وإلى مزيد من كبت الحريات ويبدو أن ما حدث هو بالفعل إنشاء نظام عربي جديد لكنه بعيد كل البعد عما كانت تتوقعه الشعوب إنه باختصار نظام قائم على أساس واحد هو الفوضى في ظل تلك الفوضى من المواقف والتجاذبات بين الدول الشقيقة وفوضى الحاضر وترقب ما قد يحدث في المستقبل القريب يشتد السجال بينما يمضى الرئيس الأمريكي ترامب في محاولاته الساعية لتمرير سياساته الهادفة إلى بث المزيد من حالات الفوضى والخلاف وشق الصفوف والمواقف لكي يسهل عليه تقسيم المقسم وتجزئة المجزة ولهذا فإنه يدفع بالمزيد من حالات الفوضى إلى المنطقة ويمنح كل من يحقق له غاياته كل أسباب الدعم طمعا في أن يلهث البقية نحو عتبات البيت الأبيض الولايات المتحدة وضعت نفسها فلسفة متكاملة لتبرير الحروب ولعل نظرية الفوضى الخلاقة إنما تعني في حقيقتها السعي الاستباقي نحو تفكيك كل المواقع والجغرافيات المفترض أنها تشكل مصادر تهديد لأمن ومصالح أمريكا في العالم حسب ما يعتقدون أغلب الدول العربية يحرك سياساتها الخارجية حاليا مزيج من التهديدات الملحوظة والفرص المحتملة تتمثل في المخاوف من تجدد الانتفاضات المحلية والنفوذ الإيراني أو تسلط الولايات المتحدة لا محدود كل ذلك يجذب القوى الإقليمية لحروب تدميرية تدار بالوكالة وتبث الفوضى في جميع أنحاء المنطقة مما يؤكد أن أي رؤية للمنطقة بميزان قوى متعادل هي محظو سرابة ترجمة نانسي قنقر